توجهت نائبة وزير الخارجية المكسيكي مارثا ديلغادو ومسؤولون آخرون إلى المطار لاستقبال اللقاح الصيني يمكن للمكسيك أن تتلقى كمية كبيرة من لقاح الصينوفاك الصينية وذلك في إطار تعاون المكسيك والصين في مكافحة الوباء وهذا أيضا دليل قوي على الصداقة بين البلدين وقال وزير خارجيتنا إبراريت إن المكسيك تلقت لقاحة صينية ولن تنز أبدا مساعدة الصين لها بما في ذلك مساعدة سفير صيني للمكسيك كما أعرب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبراد عن شكره للصين لدعمها ومساعدتها من خلال منصة التواصل الاجتماعي هذا ووصلت الدفعة الأولى من لقاح السينوفاك الصيني المضاد لكوفيد-19 إلى مدينة مكسيكو في العشرين من فبراير الماضي وبدأت أعمال التطعيم لاحقا في مدينة إكاتيبيك المكسيكية بينما وصلت الدفعة الثانية من اللقاح نفسه في السابع والعشرين من فبراير الماضي